الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نعيش هذا اليوم اليوم الثامن من شهر ذي الحجة الذي يسمى بيوم التروية والذي يبدأ فيه حجاج بيت الله الحرام بأعمال الحج وسمي هذا اليوم يوم التروية لأن الحجاج كانوا قديما يرتبون من الماء ويأخذون معهم الماء إلى منطقة منا وإلى عرفة لأنه لم يكن هناك ماء في تلك الأماكن ويوم غد يوم التاسع من ذي الحجة هو يوم عرفة وسمي يوم عرفة لأن حجاج بيت الله الحرام يؤدون فيه رقن الحج الأعظم وهو الوقوف على جبل عرفة وهذا اليوم الذي يسمى بيوم عرفة هو يوم فضائله عظيمة عند الله سبحانه وتعالى ومن فضائل هذا اليوم أنه يستحب صيام هذا اليوم كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا أن صيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنتين سنة ماضية وسنة مقبلة كما في الحديث في صحيح المسلم عن أبي قتادة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر ذنوب سنتين سنة ماضية وسنة مقبلة وهذا بلا شك فضل عظيم لا ينبغي لأي مسلم أن يغفل عن هذا الفضل العظيم عند الله سبحانه وتعالى ولا يحرم هذا الفضل إلا المحروم الذي حرم نفسه هذا الفضل ساعات قليلة ثم يغفر لك بإذن الله سبحانه وتعالى ذنوب سنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويوم عرفة في هذا العام يأتي في يوم الجمعة كما جاء في عوام سابقة في عوام سابقة في سنوات سابقة جاء يوم عرفة يوم الجمعة حجة الوداع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحجة لتحجها النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة في يوم الجمعة السؤال الذي أثير في هذه الأيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي هل يجوز إفراد يوم الجمعة بصيام عرفة يعني نصوم يوم عرفة في يوم الجمعة لوحده نفرده لوحده نقول بداية نتحدث عن حكم الصيام في يوم الجمعة أو إفراد الصيام في يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده يعني إفراد الجمعة بدون سبب يعني لأن الجمعة يريد أن يصوم الجمعة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد الجمعة إلا أن يصوم قبله يوم أو يصوم بعده يوم لكن إذا كان هناك سبب للصيام بأن جاء يوم عرفة أو يوم عشورة أو الأيام البيض أو الست من شوال أو صيام داود الذي كان يصوم يوم أفطر يوم جاء في يوم الجمعة فيجوز صيام هذه الأيام في يوم الجمعة ولو كانت منفردة يعني ولو لم يصوم قبل الجمعة يوم مثل اليوم اليوم الخميس لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا في صوم يصومه أحدكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقول لك لذلك نقول يجوز صيام يوم عرفي غدا الجمعة ولو لم تصوم اليوم وهو اليوم الخميس لأن هذا الصيام له سبب وهو أنه يوم عرفي ولا أعلم ما سبب يعني هذا الخلط والإرباك الذي حصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعد غد لوا يوم السبب يكون يوم النحر العاشر منذ الحجة وسمي بيوم النحر لأن حجاج بيت الله الحرام يذبحون وينحرون الهدي في هذا اليوم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وكما أنه يوم لنحر وذبح الهدي من قبل حجاج بيت الله الحرام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فهو كذلك يوم ذبح للأضاحي بالنسبة لنا فطيبوا بها نفسا ووسعوا على عيالكم وأرحامكم ولا تنسوا الفقراء والمساكين من أضحياتكم وعظموا هذه الشعيرة فإنها من شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب واعلموا جميعا أن المقصود من الأضحية ليس فقط اللحم ليس المقصود اللحم بالدرجة الأولى اللحم مقصد ثانوي المقصود من الأضحية هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لذلك يجب علينا أن نلتزم بالشرور الشرعية لهذه الأضحية حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى لما تخلف شرب الذبح بعد صلاة العين وذبح أبو بردا قبل صلاة العين ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شات لحم ليس من النسك في شيء إنما هو لحم تقدمه لأهلك وأقول باقي شروط الأضحية إذا لم تلتزم بهذه الشروط الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم ليس من النسك في شيء إنما هو لحم تقدمه لأهلك فيجب على المسلم أن يهتم بهذه الشعيرة وبأحكام هذه الشعيرة حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى لأن المقصود ليس مجرد اللحم إلا لأجزاء بأي شيء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا يوم عرف وأن يبلغنا يوم الهيد وأن يجعلنا فيه من المقبولين وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة